موسيقى حيث يتم تزديد قيام الصفقات وتزديد المدفوعات باليورو من دون الدولار مؤكدة التزام المصرف بمحاربة السوق السوداء وتحجيم دولها انخفض مؤشر سوق دمشق لأوراق المالية بنحو ثلاث نقاط عن الجلسة الماضية حيث اغلق على قيمة 1262 نقطة واغلقت جلسة تدولات اليوم بحجم قدره 22000 سهم موزع على عشرين صفقة بقيمة تدولات اجمالية بلغت نحو ثلاثة ملايين ليرة سوريا وجاء قطاع المصارف اولا من حيث قيمة التدولات تلاه قطاع التأمين خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي قائلا ان الاقتصاد سينمو هذا العام بوتيرة ابطأ من العام الماضي بسبب ركود اسوأ من المتوقع في اوروبا وتباطئ بعض الاسواق الناشئة في الفترة الاخيرة وفي تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الذي يسطر مرتين سنويا حذر البنك من ان الاقتصادات النامية الكبيرة التي قادت النمو العالمي في السنوات الاخيرة لن تشهد الازدهار نفسه الذي شهدته قبل الازمة المالية العالمية وسيتعين عليها التركيز على الاصلاحات الهيكلية لمواصلة النمو رفض موظف هيئة الاذاعة وتلفزيون الرسمية في اليونان اي ار تي التي تم اغلاقها في وقت سابق وتسريح موظفها مغادرة المبنى مبنى الاذاعة وقبل مبنى الاذاعة وواصلوا اعمالهم بشكل غير رسمي رغم دعوة وزارة المالية اليونانية لهم لاخلاء المبنى من اجل السماح للتنفيذ الفوري لقرار مجلس الدولة باغلاق القناة وكانت الوزارة قد اشارت الى ان مسؤولين يونانيين يخططون للتوظيف الفي شخص لاقامة خدمة بث انتقالية وان الحكومة كانت اغلقت الاذاعة في الحادي عشر من حذيران الجاري استجابة لضغوط الدائنين الدوليين لخفض انفاق القطاع العام في اليونان وقبل الختام نتوقف مع اسعار صرف العملات الرئيسية امام الليرة السورية حسب نشرة اسعار الصرف الحرة الصادرة عن مصر في سوريا المركز نهاية اخبار اقتصادية وعودة الى رائدة وكريم شكرا لك طاهر شكرا لك طاهر مشاهدين ونتابع في ختم